الآن ننتقل إلى موضوع الأجور والبطالة الأجور والبطالة صفحة 154 الأجور تعريف الأجور أو تعريف الأجر هو خدمة العمل وأيضا هو المقدار من النقود الذي يدفعه صاحب العمل إلى العامل نظير أو مقابل خدمات يؤديها العامل وفيه فرق بين الأجر الحقيقي والأجر النقدي زي ما عرفنا فرق بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي أن الأجر النقدي هو الأجر مقاصن بالوحدات النقدي يعني 100 شكل 200 شكل 500 شكل بينما الأجر الحقيقي هو مقدار أو كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها مقابل الأجر النقدي الآن في نظريات الأجور في نظرية الكفاف ونظرية الكفاف هنا بتقول لي أنه يجب أن يتحدد الأجر إلى مستوى الكفاف يحفظ الكفاف للعامل وأسرته فبقول لي إذا زاد الأجر عن هذا الحد من الكفاف بستطيع العامل أن يتزوج وينجب وبعد فترة من الزمن يعني بزيد الناس اللي بدون يشتغلوا لما ينجب كتير بزيد الناس اللي بدون يشتغلوا فبنخفض الأجر فارتفاع الأجر في هذه المرحلة يؤدي إلى انخفاضه في المستقبل وأيضا لو بدأ خفض الأجر كتير زيادة عن حد الكفاف يعني خفضوا كتير الأجر للعمال العمال يحجبوا عن الزواج بتزوجوش بطولوهم بتزوجوه فبنجبوا قليل فبعد فترة من الزمن الناس اللي بدون يشتغلوا عندي حلاقيهم مقلال فحطر أزود الأجر فانخفاض الأجر في هذه الفترة في المستقبل يزيد وزيادة الأجر في المستقبل ينخفض في هذه إذن نمرة اثنين نظرية رصيد الأجور فنظرية رصيد الأجور تتوقف على رأس المال المخصص لأجور العمال وعدد العمال الذين يمحطون العمل نمرة ثلاثة نظرية البقية الباقية فحسب نظرية البقية الباقية بيقول لي هنا بعطي أصحاب عناصر الإنتاج الأخرى حقوقهم واللي بيزيد بعطيه للعمال كأجور فبعطي صاحب الأرض يعني نصيبه بعطي اللي دخل معي برأس المال نصيبه بعطي المنظم نصيبه وإذا زاد حاجة بقسمه على العمال كأجور نمرة أربعة نظرية الإنتاجية الحدية وهنا حسب نظرية الإنتاجية الحدية يحصل العامل على أجل يساوي ناتجه الحدي يعني كل واحد بيأخذ أجرا حسب ناتجه الحدي نظرية الطلب والعرض حسب نظرية الطلب والعرض بيقول لي هنا أنه الطلب على العمال يعني ممكن أن يزيد أو ينخفض بناء على الطلب على السلعة فالطلب على العمال هو طلب مشتق من الطلب على السلعة فإذا زاد الطلب على السلعة يزداد الطلب على العمال بعد ذلك عندي الصفحة في عندي الأجور كتكليف والأجور كإراج الآن نتجي إلى صفحة 159 مفهوم البطالة البطالة ظاهرة اجتماعية مشكلة اجتماعية لأنه تؤثر على المجتمع وعلى سلوكه العاطلين على العمل صفحة 160 هم الأشخاص الذين يستطيعون أن يعملوا وهم قادرون للعمل ومستعدون للعمل ويبحثون العمل ولا يجدون العمل يعني هنا يسمى بطالة يعني عشان يسمي الشخص بطالة يجب أن يبحث عن العمل ولا يجد العمل وهو مستعد للعمل ولكن لا يجده بس هم بيقدروا على العمل ويستعدوا على العمل ويبحثون العمل ولا يجدون العمل أنواع البطالة في البطالة البنيانية اللي هم ممكن نسميها السافرة البطالة البنيانية أو السافرة تحدث للأشخاص الذين لا يجدون عمل في ضوء أو في ضل الاقتصاد الذي يعمل بالطرق الفنية باستخدام التكنولوجيا فهم مبلغوش حالهم لهم شغل أو عمل في ضل الاقتصاد الذي يعمل عن طريق التكنولوجيا الذي يحتاج إلى كفاءة عالية من العمال نمرتين البطالة الدورية وهي البطالة ممكن نسميها العابرة خذوا بالكم اللي بحكيه كله ممكن يكون موضع أسلة في الصح والخطأ أو الاختيار متعدد حتى البطالة الدورية اللي هي البطالة العابرة تحصل في البلاد الرأسمالية اللي بتعمل في ضل النظام الاقتصاد الحر وبتمر بأزمات دورية غير منظمة البطالة الفنية البطالة الفنية بتنتج لأشخاص بتركوا عملهم لكي يبحثوا على عمل آخر أفضل من عملهم وفترة تركم للعمل هذا الفترة هذه تسمى بطالة فنية البطالة الفنية ممكن أن تحدث أيضا في فترة الرخاء الاقتصادي البطالة الموسمية البطالة الموسمية بتحدث للأشخاص الذين يعملون في موسم معين ويتركوا العمل بعد انتهاء هذا الموسم زي الناس اللي بيشتغلوا في معصرة الزتون مثلا أو بيشتغلوا في مثلا مصدع الأسكمو أو بيشتغلوا في أي عمل يعمل في موسم وعند الانتهاء من الموسم يصبحوا في ظل البطالة نمرة خمسة البطالة المقنعة والبطالة المقنعة هنا ممكن نسميها أيضا البطالة السافرة والبطالة المقنعة تكون على شكلين الشكل الأول تحدث للأشخاص الذين يعملون في عمل دون مستواهم الإنتاج يعني مثلا واحد مخلص بكالاريوس اقتصاد وبيعمل مثلا حارس أو مراسل الشكل التالي البطالة المقنعة أو المستترة أنه يعني وظيفة معينة أو عمل معين يعني يقوم بعمل شخص واحد ولكن يتم توظيف عدد أكبر من اللازم لإنجاز هذا العمل نمرة ستة البطالة الجامدة والبطالة الجامدة تحدث للأشخاص العاطلين على العمل ولكنهم لا يسعون وراء العمل يعني بدوروش على العمل وهم عاملين وهم قادرين أنهم يعملوا ولا يسعون على العمل رغم يعني توفر العمل فهنا يسمى أو تسمى البطالة الجامدة وممكن أن تحدث أيضا البطالة الجامدة في مرحلة الرخاء الاقتصادي نمرة سبعة شبه البطالة وشبه البطالة يعني تحدث الأشخاص الذين يعملون عمل جزئي وليس عمل كامل نمرة تمانية أنواع أخرى من البطالة يعني في أنواع أخرى من البطالة ليست فقط الأنواع التي ذكرناها هي أنواع البطالة ولكن هناك أنواع أخرى يعني مثل البطالة التي تحدث للمرأة في بعض الدول يعني لا تحبذ عمل المرأة في وظائف معينة وفي بعض دول مثلا زي مثلا لبنان مثلا في بعض وظائف يعني لا يستطيع الفلسطين الموجود في لبنان أن يقوم بالعمل فيه كمان بعض الوظائف فيها تمييز عنصري في أوروبا مثلا بعض الوظائف لا يستطيع أشخاص معينين أن يقوموا به أو بها صفحة 163 الأجور كتكليف وكدخل الأجر التكليف بالنسبة لرب العمل أو صاحب العمل ودخل يعتبر بالنسبة للعمل بعد ذلك يوجد هناك موضوع التضخم صفحة 167 التضخم يعني التعريف السائد أو الشائع للتضخم هو الارتفاع المستمر في مستوى العام للأسعار والتضخم هنا يكون على شكلين يعني المشهور أنه يكون على شكلين هناك أشكال أخرى من التضخم ولكن هنا الشكلين الرئيسيين إما أن يكون التضخم مفرطا أو جامحا متى بنسميه مفرط أو جامح لما الأسعار تزداد خلال فترة زمنية قصيرة إذا ارتفعت الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة بنسميه تضخم مفرط أو جامح لكن الأسعار إذا ارتفعت خلال فترة زمنية طويلة نسبيا فمنسميه التضخم هنا تضخما تدريجيا أو الزاحفان أسباب التضخم يعني يوجد أكثر من سبب للتضخم ولكن هنا نذكر ثلاثة أسباب للتضخم نمرة واحد العامل النقدي والعامل النقدي يحدث التضخم هنا نتيجة زيادة الأسعار تزداد نتيجة زيادة كمية النقود جذب الطلب نمرة اثنين من أسباب التضخم جذب الطلب وهنا تزداد الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب ونمرة ثلاثة من أسباب التضخم دفع النفقة وهنا تزداد الأسعار نتيجة زيادة التكاليف أعلى يعني زيادة الأسعار نتيجة زيادة التكاليف على عوامل الإنتاج كيفية علاج التضخم يعني ممكن أن نعالج التضخم عن طريق السياسة النقدية اللي هو باستخدام البنك المركزي أو السياسة المالية باستخدام الحكومة أو المراقبة حتى المباشرة وإجراءات أخرى أولا السياسة النقدية باستخدام البنك المركزي يعني ممكن أن نعالج التضخم باستخدام أدوات البنك المركزي نمر واحد من أدوات وعمليات السوق المفتوحة ويتم هنا بيع سنة طبعا الهدف أن نسحب الأموال من السوق من الأشخاص عشان نخفض الأموال وتصير لها قيمة الأموال ولما يصير قيمة للأموال تنخفض الأسعار عمليات السوق المفتوحة نمر واحد من أدوات البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة ويتم بيع سندات حكومية الحكومة بتبيع أوراق سندية وكل ورق لها قيمة بتعطيها للأشخاص ولها فائدة كل نهاية السنة على أساس أنه بتبيع الورق خدر بتاخد مقابله أموال يعني باختصار بيع سندات حكومية مما يعمل على صحب النقود من السوق نمر اثنين سياسة الاحتياط النقدي ويتم يعني رفع أو زيادة نسبة الاحتياط النقدي للبنوك على أساس يتم حجز أكبر قدر ممكن من كمية النقود نمر ثلاثة سياسة سعر الخصم ويتم ارتفاع سعر الخصم على الكنبيالات مما يعمل على زيادة الحصول على أكبر قدر من النقود برضو من كيفية معالجة التضخم السياسة المالية وهنا باستخدام السياسات الحكومية أو الحكومة والسياسة المالية ممكن أن تعالج التضخم عن طريق يعني زيادة نسبة الضريبة على أساس أنه تسحب الأموال من السوق أو إنها مثلا إذا حابة يعني تعالج حتى مش التضخم تعالج الكساد الموجود في السوق ممكن أن تخفض الضرائب أو ترفع الإنفاق